طيب حراك شايف انك كنت يعني او المدربين كابتن اللي بيحققوا انجازات في مصر ممكن ما يكونوش مغدين حققهم اوي في التدريب يعني حراك مدير فني نجحت مع الناد الاهلي والرجل كنت موجود في كل المواقع مدير فني مدير كورة مدرب عام بسم الله ما شاء الله حراك ده ربط في كل حتة هل حراك يعني شايف انك اتظلمت فعلا فانك مش عارف تلاقي اللي كابتن يوسف عايزه يعني حراك ليه كده لا لا ما اتظلمت شو يعني بعد الاهلي طبيع جدا حراك تكون رجل في التصنيف رقم واحد تلاقي ان الانديا بيجي لك لحد عندك لاباش الموضوع صعب بكده كابتن فمصر الموضوع تحس ان هو محتاج مجهود عشان تمسك فريق بص عمر انا مش بحاول ان انا فكر بالطريقة دي خالص انا بفكر بالطريقة مختلفة هي ليها معطيات شوية يعني لازم يبقى الوكلاء اللي عابين لك علاقة بيهم قوية بجانب علاقات برضو مع ادارات الاندية بشكل برضو قوي والحاكتين دول يعني مهمين جدا طبعا لان بس مش كفاءة بس او ان انت يعني عندك كفاءة انك تقود فريق يعني فهم قصلي انا مش بص لاكد انا بصص بطريقة تانية ان مفيش مانع طبعا ان يبقى علاقتي انا علاقتي بالوكلة كلهم علاقة طيبة وعلاقة جيدة جدا وفي نفس الوقت كمان ادارات الاندية اللي الواحد بيعرفها علاقتي بهم محترمة وكويسة لكن في جزء تاني مهم جدا انت النهاردة مش موجود فلازم ان انا اشتغل على نفسي بشكل قوي جدا عشان لما تيجي الفرصة الفرصة هتيجي خلي بالك يعني انا متأكد تماما ان شاء الله يعني ان في فرصة هتيجي مهم جدا معا مجي الفرصة دي يبقى انا جاهز صح لان لما الاتنين دول هيتقابلوا مع بعض اكيد هيطلع منتج كويس او هيطلع انتاج كويس هيطلع اداء كويس اوه وان انت تدرس الفرصة يعني مش اي حاجة تيجي يعني انا جالي اندية لما مشيت من النادي الاهلي اوه لما جي فييلر ومشيت من النادي الاهلي جالي 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 هنا ديين في الدور الممتاز بس ما ما حسيتش اول ان الخطوات لا بصر في النظر طبعا لازم احترم الاندية اللي اتكلمت معايا لكن عايز اقول ايه ما حسيتش ان ممكن يبقى ديه اضافة او ده النادي اللي انا ممكن يعني اقدم كده المهم جدا ان انت تبقى جاهز على طول دي حاجة مهمة جدا ان انا ابقى جاهز ومتحضر عشان لما تيجي الفرصة يبقى الاتنين لما يتقابلوا مع بعض الفرصة جات وانت جاهز لها يبقى ديه هتطلع انتاج ان شاء الله وشغل كويس فانا متفائل صعبة ايو انا عارف ان صعبة وانت كلامك صح فعلا صعبة ويتحكم فيها حاجات كتيرة جدا مش عايز اخش في تفاصيل ولا حاجة تحكم فيها حاجات كتيرة جدا خارج عن الكفاءة وخارج عن السي في بتاعك وخارج عن البطولات اللي انت اخدتها قبل كده وعن مقاومتك الشخصية برا لكلام ده كله لكن في النهاية اللي كابه ربنا هيحصل يعني فيها مرزي اكيد هتبزل مجهود هتحضر نفسك كويس هتيجي حاجة والحاجة دي لما هتيجيه هحصل لك توفيق ومش عايز اضرب امثلة فيه مدربين كتير جدا خلي بالك الكرة عاملة كده فيه مدربين مدورة طبعا فيه مدربين من سنتين تلاتة كانوا جامدين جدا نهاردة ما بيشتغلوش وفيه مدربين من سنتين تلاتة كانوا بيهبطوا فرق ونزلوا فرق ودروقات بيشتغلوا هي الكرة كده انا في 2013 و14 كنت رقم واحد في مصر واخد بطولة افريقيا واخد سوبر افريقيا من السفاقسي ونمبر وان على البرنامج اللي انا فيه بتاعك عمر اسمه جميل جدا على الفكرة انا بحقييك وبحقيي الاسم اللي يعني اللي نقل الاسم نمبر وان فكنت نمبره النهاردة ممكن وارد جدا ان انت تبقى تواجه حاجات يعني او شوية دي لها برضو المميزات بتاعتها ولابد ان انت عملها بص كرت القدم جزيكا مرة قال لي كلمة مش هنساها كرت القدم حياة انت الحياة بتاعتك على مدارة سنينك كلها بتبقى عالية وحلوة وغميلة وكلها اه اوقات بتمر بفترات هكذا هي الحياة تدوق الحلوة وتدوق المرة عشان يبقى ليها طعم يا